بيتكلم على المزادات هو هل الشراء من المزادات ممنوع بالقانون؟ أنا ليس لدي علم بذلك هل شراء اللوحات التي تصلح للعرض المتحفي ممنوع بالقانون؟ ليس لدي علم أيضاً بذلك يعني أنا عرف ناس كتير بتقتني لوحات بواهضة التمن بمليون دولار، باتنين مليون دولار هم أحرار، فلوسهم هم أحرار وهذه مقتنياتهم هم أحرار فليس هناك ما يمنع تقن القانون وحنسأل برضو المختصين عشان ما نفتيش إذا كانت هذه القطع في ملكية مستقرة لصاحبها لبعها ولا تصرف فيها ولا هربها فهنا السؤال هو أين الجريمة؟ أين الجريمة؟ إحنا في هذه الحلقة هدفنا الأساسي أن نتحقق ونعرف هو إلي ممكن أخليه في بيتي وإلي ممكن ما خليهوش وهو ممكن أي حد كده خبط على باب بيتي ويفتح الدواليب ويفتح الحاجات ويقول لي مساء الخير أنا بدور كده أصلا أنا حاسس أن أنت ممكن يكون عندك أثر أو حاسس أن أنت شكلك كده بتقتني لوحات فممكن يبقى عندك لوحات؟ أكيد لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر